الأفرع مختلفة للنادي الأهلي وطبعاً كمان فرع التجمع تحديداً نحب إن إحنا نعرض لحضراتكو أكيد آخر الأخبار كمان من هناك ونسبة الجو حر النهارده روزين من عشاق السيف فإعني أعتقد إن هي مبسوطة حتى بي حتريض الأربع شهور الجيد إن شاء الله هم أقتيني السيف بيبقى سبع شهور يعني تقريباً في نصف بص بقى أمبارح تكلمنا ويمكن برضو الأسبوع اللي فات لإن هي منافسات مهمة جداً وملف في غاية الأهمية بس تحديداً بقى بالأمس بدأت مسابقات بطولة العالم للأولمبياد الخاص بعد مقام الرئيس الألماني رسمياً بإطلاق البطولة يعني حفل كان رائع جداً شاهدته البعثة المصرية وحضروا يعني بالزيل فرعوني اللي حضراتكو شايفينه المبهر وناس كتير كانت معجبة بهذا الزي تحديداً إذا أنت بتتكلم مش في زي مثلاً بيعبر عن بلدك وخلاص دي حضارة ومش بس أي حضارة دي أقدم وأعرق حضارة في العالم فأكيد لها رونقها وأكيد لها عشاقها في أنحاء العالم ورغم أنه كمان عدد كبيرة من الدول ارتدوا كل واحد فيهم طبعاً الملابس الوطنية الخاصة بهم لكن أأكد حضاراتكو الملابس الفرعونية كان لها النصيب الأكبر في لفت الأنظار طبعاً والانتباه مبارح كان فيه حوالي تقريباً 50 ألف من الجمهور اللي كانوا حاضرين في الإستاد لمتابعة هذا الإفتاح الكبير جداً نتكلم عن حدث رياضي عالمي ضخم طبعاً لفئة من دوي العاقة الدهنية ومش عايزة أقول يعني هم من دوي الإحتياجات الخاصة خيراً لبدا الشكل واللي تاني هنرجع نقول كل دولة بتتشرف بهم لأن هم بيتنفسوا وبيتنفسوا بلعب يعني رائع جداً وزي ما بيقولوا كده بيحصلوا كمان على ميدليات وبيرفعوا اسم دولهم في محافة الدولية ونحنتكلم عن مصر تحديداً هم المشرفيننا كمان تحديداً عالمياً فكان في حوالي 7000 رياضي من 176 دولة يعني أعتقد شيء مشارف جداً بيشارك من مصر 109 لعبة ولعب بالتوفيق لهم إن شاء الله ومتابعين هذه البطولة طبعاً العالمية يعني يوم بيوم مع حضراتكم في القناة هنا تعالوا بقى نروح لفيديو جراف نتعرف من خلاله عن الأرقاب القياسية لكريستيانو رونالدو مع المتخب البرتغال المناسبة أسجل معهم 122 هدف وفي شوية تفاصيل أكتر هتتعرفوا عليها من خلال المتابعاتكم لهذا الفيديو جراف هنتابعوا ريطلع فاصل ونرجع نكمل تفضل